السيد الرئيس المحترم محمد الزين بسم الله الرحمن الرحيم السيد الرئيس السيدة والسادة الوزراء السيدة والسيدة نواب الأفاضل تتبعنا ببالغ الاهتمام مشروع قانون ماليتكم هذا المعروض على أنظار البرلمان وتتبعه معنا المغاربة وأعناقهم مشرئبة لعل قلوب الحكومة تحنوا على جيوبهم التي تعاقبت عليها تبعات الوباء والبلاء والغلاء مشكلة دي لكم السيدة الوزيرة اليوم هي أنكم سجناء مقاربات محاسباتية محضة ويجب أن نعترف لكم بالتفوق ومنصة التتويج كلما تعلق الأمر بلعبة الأرقام دليل أنكم لم تخلقوا الثروة فقط تفصلوا نفس الميزانية التي كانت تقريبا نفسها السنة الماضية أي في حدود 638 مليار حسب تقدير يغلب عليه الطابع الميزاجية كتبطوا الزبدة 14% وكتبطوا فئاتي 27.5% حيواني 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 وكتبطوا على التعليم أن تعليم قطاع جدا ضعيف في المغرب وبالتالي غريبا 8% 30% على الطاولة المغاربة وكتبطوا الأهمية لهذه المادة على فئة الطبقات الهشة المقاربة المحاسبة صحيح عندها أهمية السيدة الوزيرة لكن عندما يكون الإنسان في جوهرها وصلب عمادها خاصة نتعلم أن نفصل الإنسان على الأرقام وليس الأرقام على الإنسان المغربة لا يبقوا يترحوا السؤال ما زادوا اليوم والذي يترحوا لكم السؤال ما زادوا اليوم إصلاح صندوق المقاسة شيء جميل ونحن ننخلط فيه لكنكم عوض إصلاح الصندوق طلعتم علينا بمقاسة اجتماعية باعتبار التدريب في تقييمه النهائي مقاسة اجتماعية صحيح الإصلاح عنده ثمن تختلفوا ويتطلب تضحيات يعني كبار كبرى وهذا معت السوسيولوجي لا جدال فيه لكن كيف أغلبية ستنجح في الإصلاح كما يقولون المغربة الفتقاء كبيرة والخيط العنكبوت والخيط عماء كيف أغلبية الإصلاح وانتما تأخذون لنا قانون تزيدوا في الماء وضو وبعد النقاش ساخن عليه تجتمعوا بناتكم وتتصوروا وتخرجوا ما يشبه البلاغ لا زيادة في قانون الماء وضو ما يجب هذه الزيادة وما يجبنا نحن أنتما تعرفون رأكم تكوي وكتب أخو بالنصوح فقط أخذكم تعطينا وعد السيدة الوزيرة أن هذه الزيادات لا ستكون طيلة لعام وطيلة السنة الجاية وتخرجوا لنا بشيء مرسوم أو قانون للإتفاف على حد هذه الزيادات ونريد أن نأخذ منك وعد أمام المغاربة اليوم أن هذه الزيادة لا ستعرف الزيادات في الماء وضو وكنتمنى أن تعطينا هذا الوعد السيدة الوزيرة في 2.5% إلى 30% في الحسنة في السيشوار في الحديدة في الفران في الميكرون وحتى البنوات ونسيتوا السلامة للسائقين بمعنى كان أعطيوا الدعم لأحد طبقة هشة ولكن بالمقابل ساهم فيها شاشة طبقة المتوسطة من خلال هذه الزيادات لأن هذه كلها منتجات تستعملها طبقة المتوسطة ونأخذ لهم 30 درام البوطة كيف هو لا أترى لحياتكم صحيح التي ندرها أنا متابق معكم بوحدة ما غريش أتر والواقع أنها مصاحبة لزيادات منهكة لجيوب هذه الفئة انتبهوا معي السياسات العامة يسمى معالمها صاحب جلال حفظه الله والسياسات العمومية تولى بتنزيلها الحكومة والجماعات الترابية دستوريا الأغلبية الحكومية والأرخبيلها الجماعي يسيرون كل المرافق السؤال هل السياسات العمومية تترجم فعلا وبصدق السياسات العامة للدولة لا أظن نعطيكم الدليل وهذا غديحنا على ملف تعليم الذي أضطر برؤية استراتيجية للإصلاح كسياسة عامة وتأثت للحكومة السابقة بقانون الإيطار اليوم أعلنتم القطيعة وجبت لنا خريطة طريق ومخطط إصلاح جامعي جديد وهذا نعتبره أول انحراف على السياسات العامة التي سطرها صاحب الجلالة قلت لنا أن التعليم طبعاً أولوي من الأولويات في الأجندة ذيلكم وبعدما يقرب من نصف ولايتكم الحكومية لا إصلاح ملموس في التعليم وفي جميع أسلاكه بما فيها التعليم الأولي رغم أن التعليمات جللت الملك حفظه الله بتحويله إلى سلك من أسلاك التربية وتكوين وتنكرتم له ولأطاره البالغين أزيد من ستين ألف بدون أدنى حق عادت الجمعيات تفوت سير وأصبح المعلم تحت رحمة هذه الجمعيات وفي كل شيء هو المربي هو الحارس هو المنظف والأكثر من هذا ما يتخلصوا بالانتظام وأزورهم تصل في الحد الأدنى إلى السميق نزيدكم تدريس أيضاً داخل حجرات لا يوجد دائماً داخل حجرات الدراسة بل أحياناً داخل فضاءات يقدمها المحسنون وخاصة في العالم القراوي فكيف فكيف للسيد وزير التعليم الحديث عن إصلاح التعليم الاحتقان داخل الأسر التعليمياً كنوا صراحة منذ البداية والمقاربة عوجة وعدتوا ترسم المتعاقدين وانتهيتم بترسيم التعاقد اخترت الحوار مع ثلاثة ديال نقابات ثلاثة أحزاب مكونة الأغلبية تقابلها ثلاثة نقابات فهل هي صدفة حوار وراء أبواب مغلقة بعيداً عن أعين المانية بالقطاع وأولياء التلاميذ وبعيداً عن ممثل الأمة والأحزاب السياسية بمبرر غير دي أساس فمنذ متى كانت الشرعية الانتخابية العابرة مبرر للحكومات باستفرد بإصلاحات حساسة سياسياً واجتماعياً من قبيل منظومة التعليم هذه القضايا المجتمعية كتناقش في إطار حوار مجتمعي وليس حوار اجتماعي ولا نعبراك بحث مجموعة القضايا في النظام الأساسي القضاء أو في المدونة إلى آخره وعلى ما اخترته مرسوم لإطار إصدار النظام الأساسي بدل إصداره بقانون وهناك نسأل سيد الوزير وشخوفاً من البرلمان أو احتقاراً لها النتيجة الحوار المفصل على المقاس والاعتبارات مفهمنا هاش وصلنا اليوم إلى أن الشارع في التعليم وغيره من القضايا الاجتماعية المؤثرة أصبح خارج الوسائط المؤسسات التقليدية وهذا هو الأخطر وهذا اللي كنا كان نبهه له الغريب أن نجلسنا مع سيد الوزير رئيس الحكومة وأثرنا الموضوع بمعيط رؤساء أحزاب المعارضة والأمانة والتاريخ أمانة والتاريخ لمسنا في الرجل الإنصات والسيد رئيس الحكومة الإنصات والصدر الرحب والاستعداد للحوار لحل حلة هذا الملف لكن للأسف هذا النفس الإيجابي يقابله تعنّة الوزير بل لم يكفي تعنّة وعينات الوزير التعليم حتى تطلع علينا عضو آخر بالحكومة كي نصب نفسه ممتل للدولة في وهي تحدى رجال ونساء التعليم وهذا هو اللي خلق وهذا العضو الحكومة هو اللي خلق بضعة بضعة احتج وخذ ولكن في ملف المحامات عبرة طبعاً هو التراجع في القطاع ديالو ويتحدى أطر في قطاع لا علاقة له به فهل نحن أمام وزاراء لصناعة الإصلاح أم صناعة تأجيج الأوضاع والمناسبة أيضاً حتى الاستفزاز ركي يدخل في إطار العقوبات البديلة للمواطنين من خلال القتل المعناوي الغاية المتلى يا سادة هي السلم الاجتماعي ومن باب الغير على الوطن ومن شوش على نوب المشاريع الملكية الكبرى لذلك لتملك نطلبوا السيد الوزير لكي يتملك الجرأة السياسية وترك العينات جانباً وتوسل الحكمة والكياسة وإعلان إعادة النظر في هذا النظام الأساسي وهو سبب الاحتقان وفتح حوار موسع بشأنه يرجع لنا الأمل في خطنا الأساتذة ولأسرة التعليم والآباء من كذبوش على رأسنا تنسيقية اليوم بغض النظر أقول بغض النظر أي وصف لها هي واقع في الشارع باركة من العناد بغينا وليدتنا يدخلوا للأقسام هذا الأسلس له والهضاع والامتحانات الإشهادية قريبة كيف سيكونوا في نفس المستوى التلميذ في المدرسة العمومية سيكون في مستوى تعليم التلميذ في التعليم الخصوصي ثم لماذا لم نعرض نظام الأساسي على المجلس لآلات التربية والتكوين لإبداء الرأي لماذا نصالح هذا المجلس هذا إذا كان نظام أساسي موضوع نقاش وجذل لماذا نعطيه لها المؤسسة في إطار احترام مهام هذه الدستورية على مستوى آخر نريد أن نطمئن سيدة الوزيرة على وصول الدعم لخصة الدولة لكل المتدررين الفعليين في الزلزال الخبر التي توصلنا تتخلص باقي ما تتخلص بغينا توضيحات في هذا الملف لتنويل الرأي العام وطمئنة المواطنين المستهدفين نريد منكم أيضا تصور واضح في مجال إعادة الإعمار ما هي المقاربة المجالية لكم لهذا الدعم قلوا أن كيف ستستفد ساكنة العالم القاروي والجبالي من هذا الدعم علما أن هذه الفئة في القرية وفي الجبال لا تستفدد من جميع البرامج المخصصة للسكن الدعم المباشر مبادرة ملكية السامية تستحق كل التنويه والإشادة لكن نريد جواب بسيط ما هي المعايير والمقاييس التي اعتمتها لتحديد المؤشر الاجتماعي للهشاشة والفقر الذي سيسمح بتحديد المستفيد من الدعم من غيره بمعناء آخر شرح لنا من فهم الهشاشة كانت عن ناحد مليون راميديس وزارة السحر نزلتها لسعود المليون قد تستفد بغير وجهي حق ومصرة السجل الاجتماعي ستتقلص العدد مرة أخرى تخوف لدينا هو أننا نخلق طبقة أخرى ما فوق الهشاشة وما تحت طبقة المتوسطة تقدروا بالملايين علما أن نهاية السنة ستعرف صرف الدعم وما بقي ما عندنا رقم نهائي للمستفيدين إذا كان عندكم بدون به الله يجزيكم بخير الخلاصة أن الحكومة يجب أن تدرس جيدا الآثار المحتملة لقرارتها قبل اتخاذها طبعا الاستقواء الانتخابي العددي ليس مبررا لاتخاذ قرارات تلزم المجتمع بأكمله لما يتعلق الأمر بقضايا مجتمعية فقد تذكروا أننا شركاء في المجتمع شركاء في القرار شكرا شكرا